عنف التعسفي وإطلاق سراح الموقفين من المتظاهرين والناشطين السياسيين والصحفيين نحث الحكومة على الاحترام الكامل لحقوق التجمع والتعبير وإطلاق سراح كل الصحفيين وقادة المعارضة السياسية والناشطين وكل من اعتقل تعسفا من المتظاهرين وإلى جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أكدت فرنسا أنها تتابع تطور الوضع الداخلي في السودان وتدعو السلطات إلى احترام حريات التعبير والتجمع السلمي ندعو السلطات السودانية إلى احترام حريات التجمع والتعبير والتظاهر عملا بواجباتها الدولية وعلى كل الأطراف أن يظهروا ضبط النفس والامتناع عن أي ممارسة للعنف هذه المواقف جاءت خلال جلسة لمجلس الأمن حول عمل لجنة العقوبات على السودان بمشاركة السفير السوداني الذي أكد التزام الخرطوم باحترام الحريات والتظاهر السلمي ولكن في الوقت نفسه تمسك حكومته بممارسة مسؤولياتها الدستورية ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة التزام حكومة السودان الكامل بإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير السلمي للتعبير السلمي عن آرائهم وفي ذات الوقت التزام حكومة السودان بواجباتها الدستورية وبما يكفلها لها القانون الدولي من حماية الأرواح والممتلكات العامة في وجه التخريب والحرق وكل أعمال العنف التي قام بها بعض المتظاهرين وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان دعت السودان إلى تقيد بالمعايير الدولية في التعامل مع التظاهرات وحل الوضع المتوتر عبر الحوار ننتقل بكم الآن إلى مجلس ألم الدولي في نيويورك لنقل وقائع الجلسة المخصصة للوضع في ليبيا إلى هناك